مدينة عدن مبتدأ القضية ومنتهاها في العلاقة المحفوفة بالتحديات بين السلطة الشرعية والتحالف شاغل الوضع السيء الذي تعيشه العاصمة السياسية المؤقتة اهتمام الرئيس عبد الرب منصر هادي منذ عودته إلى المدينة منتصف يونيون المنصر عقد الرئيس واحدا من اجتماعته الهم مع الشخصية السياسية والاجتماعية والوجاهات والمرأة والشباب بمحافظة عدن في تحرك لافت تزامن مع إطلاق سراح الشيخ نظال باحويرث أحد الشخصيات المعتبرة في عدن بعد أربعة أشهر من الاعتقال بدون تهمة ومثله الكثير من أبناء المدينة المظلومين اللقاء وفقا لما نقل عن الرئيس هادي جاء للوقوف على أوضاع محافظة عدن وملامسة احتياجاتها ومتطلباتها في قطاع الخدمات وكل ما يتصل بمعيشة المواطن اليومية وكان لافت في هذا اللقاء هو التأكيدات ذات الدلالة الواضحة من جانب الرئيس هادي أن عدن ستظل رمز المدنية وإيقونة التعايش والسلام وتشديده كذلك على عدم عسكرة المدينة من خلال المظاهر التي وصفها بالغريبة ولا تمتل عدن بصلة في إشارة لا تخطئها العين إلى التواجد المسلح والنافذ في هذه المدينة خارج سيطرة الدولة ونفوذها والمدعوم خاصة من التحالف ولفت الرئيس إلى الوضع المتميز لمدينة عدن وخصوصيتها في مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي قال إنه يعيد للمدينة مكانتها ويرتقي بها ويعزز موقعها التنافسي وكان لافتاً كذلك اللقاء الذي أجراه الرئيس في اليوم نفسه وللغرض نفسه مع قائق قوات التحالف العربي بعدن العميد الركن عوض سعيد الأحباب ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد والوفد المرافق لهما الرئيس أكد في هذا اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود وذكر الجميع بأن مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لا تزال تتربص بالجميع مؤكداً في الوقت نفسه على واحدية الهدف والمصير المشترك لليمن ودول المنطقة والتحالف على وجه الخصوص تحركات الرئيس تشير بنظر المراقبين إلى الأرضية المتموجة التي تقف عليها السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة في ظل تصاعد الخطاب السياسي والإعلامي الموجه ضد هذه السلطة وفي ظل استمرار فرق الموت المجهولة في إشاعة القتل والذعر وتعزيز البيئة الطاردة في المدينة التي عرفت بالسلام والاستقرار طيلة تاريخها